السلام عليكم اليوم نروح للملعب عنابة ونشوف حالة الاشغال يعني الخارجية تهيئة الخارجية وين وصلت واللي على حسب ما نصور يعني تم تركيب الأضواء الكاشيفة بقات عملية يعني التجارب على الأضواء وكذلك يعني نشوف الأشغال يعني تقريبا انتهت كلها بقيت يعني الدانيال روتوش لكن ما زال ما زال رغم رغم ذلك ما زال وان شاء الله وحنا نلاحظ للمير دي كلوتير يعني طريقة جيدة طريقة جيدة والشيء للإيجابي اللي لاحظته في هذه الأشغال هو انه اكتشفت أنا كمراقب يعني كمهندس وخاصة من ناحية التهيئة العمرانية اكتشفت انه فيه بعض دي زيليمان بري فابريكي هادوك اللي داروهم باش يغطيوا اللي طالو يعني اللي ديكوراشن وسوف نشاهدوهم في الصورة لاحظ انه هذي هلزيليمان هنه نشوفوهم في الصورة هذي حاجة إيجابية ويعني يعطب عامل يعني التنويع التنويع في يعني اللي موتيف بسك والفنا نشوفو نفس هذك يعني هذك الحيبوسة تعطابر اللي نشوفوها في كل مكان يعني اللي ديكوراشن ديطالي كان هذك اللي مان ان بيطان ولا ان سيمان بري فابريكي جاي على شكل حيبوسة وهذك الحيبوسة كراهنا منها نشوفوها في كل مكان عبر كل الولايات مكنش يعني يعني ابداع يعني ديزليمان اه واحد اخرين وهنا شوفنا في التهيئة نتعمل عبا عنابا شوفنا ديزليمان نوفو اه في نتعلى ديكوراشن تعالي طالي وشوفناهم هنا يا حاجة إيجابية حبادلو اه يعني شركات تحت تهيئة اللي تعمل في هذي الميدان يعني تستلهم وتاخذ من هذي اللي زليمان هذو اللي راي استعملتناهم في اه مركب عنابا باش يزينوا يدير تهيئة عمرانية في اماكن اخرى في ولايات اخرى وكذلك اللي بافي هذا اللي استعملوه في التهيئة في عنابا اه مليح نخرجو من البيطان امبريمي هذك اللي كثروا منو بزار اه نكتفي بياد القادر والسلام عليكم اشتركوا في القناة